السلام عليكم أعزائي طلاب المدارس التانوية الفنية للتمريد النهاردة إن شاء الله بنواصل كلامنا في علم المصطلح الجسم البشري بس قبل ما نبدأ ياريت نعمل سبسكرايب للقناة عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة وكمان نفعل الجرس ويلا بينا على يونيت تو يونيت تو بعنوان الجسم البشري يعني إيه؟ يعني الجسم البشري مثل منظمة معقدة وتركيب معقد جدا له وظيفة يقوم بها حتى الوفاء لكي يقوم الجسم بوظائفه على أكمل وجه وفي الوقت المحدد ما ينفعش يتأخر عن أداء أي وظيفة يجب أن يستخدم نظام معي بالفعل الجسم البشري به الكثير من الأنظمة بين قسين يقصد هنا الأجهزة تعمل جنبا إلى جنب الجسم البشري هو تركيب مفرد بناء وتركيب فريد من نوع يتكون من ملايين وبلايين التركيب الأصغر منه من أربع أنواع يعني هو كله كوحدة وحدة ولكن في ملايين المكونات الأخرى تندري تحت كام؟ تحت أربع أنواع رئيسي تعالوا نشوف إيه هي الأربع أنواع الرئيسي الخلايا الخلايا تعرف على أنها أصغر الوحدات في جسم الكائن الحي وكمان يمكنها أن تحافظ على الحياة وتتكاثر ويتكون جسم الجسم البشري من عدة خلايا أو العديد من الخلايا يبدأ بخلية جديدة التخصيب يقصد هنا عند تخصيب الخلية الذكرية والخلية الأنسوية والنوع الثاني عندنا تيشوز الأنسجة وهي نوع أكثر تعقيدا من الخلايا وتعرفها هو تركيب كبير من عدد كبير من الخلايا المتشابهة يعني النسيج هو مجموعة من الخلايا المتشابهة أنواع مختلفة من مواد بين خلوية غير حية بين هذه الخلايا يعني يتحدث هنا عن الأنسجة اللي بتربط ما بين الخلايا وبعد كده نروح على الأعضاء وحدات أكثر تعقيدا من الأنسجة يبقى إذن الأنسجة أبسط من الأعضاء من عدة أنواع من الأنسجة يبقى مجموعة من الأنسجة بتكون العضو مرتبة جدا لدرجة يقوموا مع بعض بوظيفة محددة على سبيل المثال المعدة هي تركيب يجمع ما بين العضلات وكمان الأنسجة الضامة وكمان حاجة اسمها الخلايا الظهارية يعني أنسجة عصبي يبقى ده كله في عضو المعدة العضلات والأنسجة الضامة بتكون الجدار بتاع المعدة بتكون مين؟ جدار المعدة أما الخلايا الضهارية والأنسجة الضامة بتكون بطانة المعدة أما الأنسجة العصبية بتمتد خلال كل من الجدار والبطانة بتربط ما بين الجدار والإيه؟ والبطانة وآخر حاجة عندنا النهاردة سيستيمز الأجهزة سيستيمز يعني أن الجهاز هو عبارة عن أنواع وأعداد مختلفة متنوعة من الأعضاء مرتبة ومنظمة لكي تقوم سوياً بوظائف معقدة من أجل استمرار الجسم في الحياة ويتكون الجسم البشري من عشر أجهزة رئيسية يبقى إحنا كده تناولنا مكونات الجسم البشري وأول حاجة عندنا كان السيلز الخلايا ومجموعة من الخلايا بتكون التشو النسيج ومجموعة من الأنسجة تكون الأورجن العضو ومجموعة من الأعضاء بتكون السيستيم الجهاز ومجموعة من الأجهزة بتكون الجسم البشري البشري ونوصل لـ New Vocabulary كلمات ومفردات جديدة Organization System Structure Maintain Intercellular Intercellular Urgence Muscle Muscle Tight Side by side Cells Fertilize Tissues Epithelial Component ودورك دلوقتي أن أنت تجيب عن الأسئلة التالية Number one Cells are recognized as يعني الخلايا تعرف على أنها وهنا بنكتب تعريف الخلية زي ما احنا قلنا A tissue is تعريف النسيج An origin is تعريف العضو Number four A system is الجهاز هو تعريف الجهاز Number five All systems And origins Function Together To وإحنا قلنا أنها بتعمل سويا ليه To Perform Complex Functions For the body لتؤدي وظائف معقدة للجسم البشري وهنا نوع تاني من الأسئلة Answer the following question Number one What is the human body like كيف يبدو الجسم البشري Number two What are the major structures of the human body ما التركيب الرئيسي للجسم البشري وهنا هنذكر الأربعة أنواع الرئيسي The cells والتيشوز والأورجنز وكمان السيستمز Number three What is a system وهنا بنكتب تعريف السيستم زي ما قلنا Number four Is the human body Can بوز Of six systems هل يتكون من ستة أجهزة طبعا طبعا No آآ لأنه يتكون من Tien سيستمز عشر أجهزة وبكده نكون وصلنا لنهاية Unit two الوحدة التانية Human body ومتنسوش نعمل لايك للفيديو وكمان سابسكرايب للقناة ونشترك ونفعل الجرس عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة والسلام عليكم